اشتركوا في القناة في مجال مواجهة الارهاب مكفحة الجريمة الحفاظ على امن المواطنين واكد الرئيس على ضرورة استمرار تنفيذ الخطط والاستراتيجية والامنية التي تعتمد على توجيه الضربات الاستباقية للارهاب والجريمة بكل اشكالها وتحقيق طبعا مفهوم امن المواطن والدولة لكن في نفس الوقت بادة في اطار من الالتزام بالقانون واعلاء مبادئ حقوق الانسان حين هو اوجه كمان التحالي رجال الشرطة على جهدهم الممذولة خلال الفترة السابقة اللي نتج عنها طفرات ملموسة في الحفاظ على الاستقرار وتحقيق التنمية وفكرة انه لازم طول الوقت يكون فيه تنصيق قائم ومستمر بين الاجهزة الامنية والقوات المسلحة بشكل عام للحفاظ على استمرار النجاحات المحققة بالفعل تحديدا في العملية الشاملة سيناء 2018 اللي بتحرز اهدافا استراتيجية وتكتكية ادت لتقويد قدرات قدرات العناصر الارهابية والقضاء عليها الحقيقة انه الرئيس كمان افتتح امس مستشفى المنوفية العسكري وعدد من المنشآت التعليمية والصحية ودايما الحقيقة الناس بتهتم باي حاجة ليه علاقة بالصحة فيعني ايا لو مستوصف صغير حتى افتتحناه ده بيبقى مهم لانه اكيد بيخدم قطاع من المواطنين فاحنا بنتكلم على مستشفى المنوفية العسكري هي مستشفى كبيرة بتقع في مدخل شبين الكوم مساحتها 17725 متر مربع الطاقة الاستعابية فيها لعدد الاسرة للمرضى 200 سرير تم بالفعل انشاءها طبقا لمعايير الجودة العالمية دي لقطات من افتتاح المستشفى واعتقد انه مبارح تبعنا يعني افتتاح مستشفى المنوفية العسكري كمان من ضمن المشروعات اللي الرئيس افتتاحها كان افتتاح اربع مدارس عن طريق الفيديو كونفرنس كان فيها مدرسة او شملت مدرسة الاسماعيلية الثانوية للمتفوقين في العلوم والتكنولوجيا مدرسة العربي الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية ودي بنظام التعليم المزدوج وموجودة في قوسنا والمدرسة المصرية اليابانية في حضائق اكتوبر وشبين الكوم وبرج العرب والعاشر من رمضان ترجمة نانسي قنقر